السيدات في بعضهم وبعض مختلف الشبات بتبقى حبة انها تلجأ لانواع من انواع التوريد سواء بقى في اماكن مختلفة سواء في الخدود او في الشفاء او في غيرها حضرتك شايف ان ده برضو باستخدام انواع من الاحبار الجيدة في اماكن جيدة السمعة هل ده وارد ولا خلينا نلجأ للحضر احسن طيب في بعض الناس اتخدعوا لانتقال لهم هنعمل لكم حاجة زي توريد للخدود او توريد للشفايف وده طلع في الاخر هو نوع من انواع التاتو هو زي ما كانت بستعمله ابل شكلها سيء جدا وشكلها مكشوف قوي نوع يحط المادة ويقعد يعمل بالابل دلوقتي فيه حاجات شكلها شيك قوي تبدو انها كأنها قلم تبدو انها تعمل نوع من انواع المساج الخفيف ولكن هي في الاخر بيطلع منها ابل بتدخل في المد يعني نفس المادة هي مش شايفاها وهي نفس المادة بس ما بيحطش حاجة تقيلة اوي دول برضو اه او ما بالضبط عاملوا اه واشب وبياخد معهم وقت كتير في الازالة عادة عايزة اقولك الاخر مش بعمل في الخدود بس او في الشفايف بس تبضل يعني اسيلة لون معين هي مش حباه وغير شكل شفايفها وضيئها لا ده بيجوا كمان يعملوه في العين يعني بتيجي مرضى في العيادة للاسه كنعمل تكحيل العين او كنعمل ايضا بيجي عين عاوزين يشلوه ببقى يعني لازم دكتور طبعا متخصص وجهاز معين وبتبقى الموضوع موز جدا فده بده نعمل انواع الايه التاتو او الوشم اللي لازم نبعد عنه الناس دول اللي عم نواشم دول ساعة ما بدخلهم يعملوا رانين ماناطيسي او اشعة مقطعية جسمهم بيتقصل جدا بنوع الاشعاء لانه بيمتص زيادة لو حاب تروح تعمل ازالة شعر بالليزر برضو في اماكن في هذا التو انتوا عارفين ان اصلا الليزر ده بيستهدف اللون زي بيستهدف اللون الشعرية بيستهدف كمان اللون التاتو فرما التفاعل وما الحساسية فرما مشاكل كتل جدا وده منتا التجميل الدائم نحن قلنا من شوية مش عايزين يكون فيه تجميل دائم